موسيقى شاهدت فترة حكم جلالة الملك محمد السادس التسعة عشر الآن تسعة عشر سنة شاهدت تطورات كبيرة وكبيرة جدا في تاريخ المغرب المعاصر وكأنه يمكن نقوله بأن المغرب اليوم مبقاش المغرب كيف مكان لما تولاه جلالة الملك محمد السادس في تاريخ سنة وجدت خطوات جرية أو كبيرة في عدد من المجالات استراتيجية ومجالات مؤترة على الوطن على الاقتصاد الوطني على المجتمع وأيضا مؤترة على حياة المواطنات والمواطنين لا بد أن نأشير في البداية يمكن أن نلخص هذه في أربعات المجالات المجال الأول المجال السياسي ومجال الحكامة ومجال التوجهات العامة للدولة هذه شهادة واحدة قفزة كبيرة بدأت من من الاعتراف بالأمازيغية كمكون أساسي وإعطاء في خطاب أجدير الانطلاقة لإدماج والنهوض بالأمازيغية في التعليم وفي الإعلام وفي عدد من المجالات الأخرى التقافية والفنية وإنشاء المعهد المالكي للتقافة الأمازيغية مروراً بمدونة الأسرة اللي كانت قبل شوية مدونة الأسرة اللي كانت قفزة كبيرة وتطور كبير واستجابة لتطورات المجتمع في مجال وضعية المرأة والأسرة وتجديد النظرة دي المدونة الأسرة الحياة الأسرية والنظرة الجديدة للفقه الإسلامي مروراً بالمرحلة دي التفجير ما بعد التفجيرات الإرهابية دي الألفين وثلاثة اللي شهدت اهتمام أكبر بالحقل الديني وتجديد هذا الحقل الديني وإعطاء اهتمام كبير للتعليم الديني بمختلف الأنواع دياله وانتهاءاً بالورش الكبير ديالدستور 2011 اللي هو كان تغير كبير في هيكلة الدولة وفي عدد من المستويات التي تدبر دستورياً فعلاً دستور 2011 واللي جاء من جلالة ملك محمد السادي شخصياً استجابة لتطلعات الشعب المغربي وخصوصاً في خطاب 9 مارس جاء في إعلان قفزة كبيرة على المستوى الدستوري لإعطاء لمؤسسة الدستورية دور أكبر لجدد الإختصاصات ديال المؤسسات الدستورية الحكومة والجهزة نفيدي استقلالية القضاء البرلمان والجهزة الشريعي اللي تعطات ليه أبعاد جديدة دستارة عدد من الأمور اللي هي وخا كانت ممارسة نسبياً ولكن اليوم الدستورة دلت قوة بها اللي هي حقوق الإنسان والحكامة الجيدة وتدبير الشأن العام بطريقة فاعلة وغيرها وأيضاً ميتاق المرافق العمومية مثلاً وغيرها اللي هي أعطت واحد بوعد جديد للدولة أهدف جديد حقيقي للدولة اشتركوا في القناة